اليوم سنتعرف على طريقة وكيفية إلغاء تفعيل المنشورات المقترحة للصفحات التي تديرها على تطبيقك الخاص فيسبوك لايت ما عليك أن تقوم بفعله وأن تأتي إلى الأعلى تضغط على هذه العلامة في الأعلى ثم يأخذك إلى هذه القائمة الخاصة هنا تضغط على الإعدادات ثم نأتي إلى نافذات الإعدادات الخاصة بنا في هذه النافذة هنا بعد ذلك مباشرة سوف نأتي إلى الإشعارات هنا تقوم بالضغط على الإشعارات ثم يأخذنا إلى نافذات الإشعارات في هذه النافذة الخاصة هنا ثم سوف تقوم بنزول إلى الأسفل هنا بعدها سوف تأتي إلى الصفحات التي تديرها تضغط عليها ثم يأخذنا إلى هذه النافذة الخاصة هنا تضغط على الصفحة التي تديرها ثم يأخذك إلى هذه النافذة الخاصة هنا نقوم بنزول إلى الأسفل ثم نأتي إلى المنشورات المقترحة نضغط على علامة الزرقاء وهنا اختفت يعني كما ترى اختفت العلامة يعني تم إلغاء تفعيل المنشورات المقترحة على تطبيقك الخاص فيسبوك لايت وهنا نكون قد انتهينا من